السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم حبيب اعملين ايه يا رب اكونوا بخير وبصحة وعافية. ان شاء الله النهر ده هنعمل مع بعض طريقة الكراسون. او الميلتون. اي اسم انتو السموء. زي ما بقول دايما المهم الطعم. الطعم تلع تحفة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد. انا عاملة بحشوة الكبنة وبحشوة النوتيلة. وزي ما انتو شايفين ايه الشكل قدامكم. مش بقول كلام حبيب قلبي. انا بفتحها لكم بوريكم بصوا التوريقة بتاحته. يلا بنا حبيب قلبي. اللي اتفرج على الفيديو ما ينسانيش. لايك وشير كتير. واللي مش مشترك اتمنى يشترك. فضلا وليس امرا. يلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي? نبدأ كلامنا بالصلاة عنا. بصلى الله عليه وسلم. اول حاجة هنزل بيها كباية من اللبن الحليب. نص كباية مية. عايزة تخلي الكباية ونص مية براحتك. كيس خميرة فورية. بما يعادل معلقة كبيرة خميرة فورية. تلات معالق من السكر. هنقلب حلو جدا. عشان السكر يضوب مع الايه? المية واللبن. هنضف عليهم نص كباية من الزيت. عايزة بدل الزيت. يبقى نص كباية من السمنة او الزبدة السيحة براحتك. احنا بنحاول على قد ما نقدر مكونات بتاعتنا يكون على قد الايد. دي معلقة من الخل. انا هعمل النهاردة خمس كبيات ونص من الدقيق. بس هنزل بيهم بالتدريج. هحط زرة ملح. ومعلقة صغيرة بيكن بودر. اللي هي خميرة الحلويات. انا بنزل بالدقيق واحدة واحدة حبيبي زي ما احنا متفقين. ليه? عشان في نوع دقيق بيشرب السوائل وفي نوع لا. على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. بقلب بالمعلقة في الاول. لغاية ما لاقي العجينة تقلت معي. بس تعمل ايدي. انا في الوقت ده لقيت العجينة لسه طرية. زودت دقيق. في الوقت ده هشيل المعلقة وهناجن بادينا. والله طريقته سهلة وبسيطة وما بياخدش اي وقت. لقيت العجينة محتاجة دقيق. دفت دقيق كله. بقيت الخمس كبيات ونص. من مفروض كنت شلتي منهم معلقة او معلقتين. ليه عبيب قلبي? عشان كده بقول ننزل بالدقيق واحدة واحدة. احتاجتي حبة مية. يجي ربع كباية مية كمان. لميت العجينة بالشكل ده. هاخدها باعة رخامة وهاجينها حلوة جدا. اي معجنات عايزها تطلع نكحة معاكي لازم تخدم العجينة. يعني ايه هاخدم العجينة يا ويدا? تعجني فيها بالشكل ده. امت عشر دقايق. ولو ربع ساعة كمان هيبقى افضل. لو مش هتقدر تعجنيها عشر دقايق متوصلة. اركنيها خمس دقايق وارجع للعجينة تاني. اعجني فيها. هتدعجن معاكي بكل سهولة. وهتنعم وتبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده حبيبي. هجيب البولا. وهحط فيها معلقة زيت. هدين العجينة من فوق ومن تحت. ويبقى هتجيب كيس تلاجة كيس بلاستيك. انا جبت شنطة بلاستيك حبيبي قلبي. محدش لو عندنا حاجة. هربطها بالشكل ده. واحط عليها فوت. واركنها على جنب. لو انت في شدة. العجينة دي هتاخد معاكي ساعة وربع ساعة ونص تخمير. لو في السيف مفيش نص ساعة وبتخمر معاكي. خمرت يا حبيبي بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هشيلها بقم البولا. واحطها على الرقامة علشان اشكلها. هقسمها نصين. هنجيب سكينة قطاعة اللي عندك. وهنقطع العجينة نصين. كل نص الواحدة. هلمي النص الاولاني وهحطه في البولا. وهغطيه حبيبي بقلبي بكيزة تلاجة باي حاجة. عشان ما ينشفش معانا. العجينة ما تنشفش معانا. والنص التاني هفرده بيننا الشابة. واحدة واحدة. ما حدش بيجري ورانا. ولا حد هيقول لنا انتو بتعملوا ايه. حاجة نعملها بنضافة وببيتنا والاولادنا. وكل حاجة في الافران غليت. والله احلى حاجة في البيت انك تعمل المعجنات والمغبوزات بتاعة الافران في البيت. فعلا المسألة اللي بقول. البيت اللي ما فيهوش دقيق حلو يديق. فردت العجينة بالشكل ده. وبالقطع بتاعة البيتزا. بالسكينة. بنشكلها بالوضع اللي انتو شايفينه ده حبيب قلب. حاجة سهلة وبسيطة. عايزة حتة الكروسون. كبيرة بتقطع الربع على اتنين. على حتتين. عايزها صغيرة بتقطعها على ثلاث. انا عندي باقي نوتيلا. ما عنديش بصراحة شوكولاتة. حشتهم بالنوتيلا. وباردك هحشي بيجيبنا. ده سوق دهانتو دهنة بسيطة من الزيت. وهرس فيه الكروسون. خلاص حبيب قلبي. انتو شايفين الشكل. واجح قدامكم. اللفة سهلة وبسيطة. كل العجينة هعملها بالمنزر ده. دي تلعت كبيرة شوية معايا. هتقول لا مش هتعمل. ايه تعملت وكانت زي الفل وزي العسل. وهيطلع من ايدكو احلى واحلى. حتة جبنة. ايه الحشوة اللي انت حباها? شوكولاتة نوتيلا جبنة براحتك. وكله هيترس في الصاج. بصوا اللفة بسيطة جدا وسهلة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة حبيبي. وده النص التاني. هنفرد العجينة بنفس الشكل. بنخلي سمك العجينة امت نص صانتي. وبنقطعها بالسكينة بالشكل ده حبيب قلب. لو عايزة اصغر من كده خلي كل ربع اتعيها لاربع قطع او خامس قطع مش هيقولك لا. انا عملا متوسط. الحجم بتاع الكروسون متوسط. خلاص انا عملت كل ده سيدة. تلعوا معي الصاجين دول. هركنهم عشر دقايق وهغطيهم حبيب قلب بقى يفوتة. خلاص خمروا معي هجيب معلقتين لبن حليب. وهحط عليهم معلقة صغيرة سكر. وهدوبهم واغطي الوش او ادهن الوش بتاع الكروسون بهم. بس بالراحة عشان الخمر ما يطلعش من العجينة حبيب قلبه وتبوس معنا. هنكون مولعين الفرن قابليها. بيجي عشر دقايق. على درجة حرارة متين عشان الفرن يسخن جدا. وبعد كده هو اتقابل ما نحط الصجد. هنوطي الفرن على درجة حرارة مية وتسعين او مية وتمانين. هحط الصجد في الرف التاني من تحت. اول ما يغضو لون من تحت. خطفي من تحت. وهحطهم في الرف الوسطاني وولع الشواية. عشان ياخد اللون الحلو دوت. شايفين الجمال? خرقتهم من الفرن. غطيتهم بفوتة. عشان اي معجنات بتخرج من الفرن بتبقى نشفة. لاما بتبخوهم بحبة مية ببخاخة حبيب قلب. لاما بتغطيهم بفوتة. بيطروا معنا وبيبقوا بالشكل دو. ايه رأيكم? دي بحشوة الشوكولاتة. او النوتلا حبيب قلبي. ودي بحشوة الجبنة. والله تلع تحفة. والشكل باين وواضح قدامكم. ودي حشوة الجبنة حبيبي. وعملت سادة على فكرة. بصراحة انا محبه سادة. ولا بالجبنة ولا بالنوتلا ولا بالشوكولاتة. والف هانا وشفة على الكل. ويا ريت لقيته. الف هانا وشفة. ما بدش منهم الله. قطعتين اتنين بس. حبيبي. مش مشترك اتمنى يشترك في القناة حبيب قلبي. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله.